تداعيات الأزمة السياسية التي سجلت أطول فترة في عهد العراق الحديث لا يمكن أن تمر مرور الكرام من حيث تركت التحديات التي تحملها الحكومة ذلك ما تعكسه الملفات العالقة المتراكمة والتي لا يمكن كذلك أن يقصى تقييم الحكومة بالإيجابي إلا بعد أن تحله وفق منهاجها الوزري مع هذا فإن اليد الواحد لا تسفق وحده البرلمان والحكومة في طيار المواجهة للتحديات وعند الرجوع لتاريخ معروف جيدا عند خبراء سياسة وروادها فالسلطتين التشريعية والتنفيذية لهما باع طويل من خلافات ومفترق طرق في سنوات ماضية سيما أن البرلمان كان المحط الأبرز في صناعة حكومة جديدة ومع رئاسة السوداني للحكومة التي حظيت بدعم برلماني سيما بعد استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب وانفراد الإطار التنسيقي بالمشهد يخرج السؤال مجددا عن مدى إمكانية استمرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما لو تضاربت مصارح كتلة معينة نافذة داخل البرلمان لكن تحويل خطط وأهدف المنهج الوزري إلى ساحة التطبيق لا يقف عند حد العلاقة الجيدة بين الحكومة والبرلمان إذ يقف السياسيون والمراقبون على حد سواه في تقييم مستمر لتحقيق حكومة السوداني محاور منهجه الوزري ومدى تطبيق قوانين يشرعها البرلمان البرلمان الذي يحمل مسؤولية الدور الرقبي على الأداء الحكومي كما جرى في اتفاق سابق على ضرورة تقديم الموازنة الجديدة ونقاط عديد هام لا يمكن تحقيقها بالتعاون بين السلطتين وهو ما يراه مختصون بعيد الحدوث نظرا لمعاذلة المحاصصة والفساد والتضارب بالمصالح بين المتنفذين لكن قرارات حكومية للسوداني كسحب قانون الخدمة الإلزامية من البرلمان هو أول اختبار وقد يعكس صورة مختلفة لطبيعة العلاقة بين السلطتين ويطرح التساؤل الأبرز هل ستكون الملفات العالقة مثل الأمن والصحة والاقتصاد اختبارا لمدى علاقة السلطتين إذ أن اخفاق الحكومة يعني اخفاق البرلمان والعكس صحيح اشتركوا في القناة